بما انكم بتحبوا سباينوسورس وانا اولكم فهكلمكم دلوقتي عن واحد من اقرب الدينوسورات لسباينوسورس وهو الباريونيكس واللي معنى اسمه المخالب التقيلة وده طبعا راجع لحجمه وصلابة المخلب اللي كان بيمتلكه ودليل انها كانت قوية جدا واللي برضو بيميز الباريونيكس هو عدد الاسنان الكتيرة وزاوية الفك بتاعه لان بالنسبة لعدد الاسنان فهي حوالي ضعف اسنان التيريكس اما زاوية الفك اللي اتكلمنا عليها دي بتمنع الفريسة من الحركة او الهروب كأنها كان ماشا لان بالمناسبة الديناسور ده كان بيتغزى بشكل اساسي على اسماك فشكل الفك والاسنان الحد ده كانت مفيدة جدا ليه في عملية الاستياط بس هل الديناسور ده يقدر على سباينوسورس؟ لما نجي نتعمق في حفريات الباريونيكس بنلاقيه مش بيضاهي سباينوسورس في الحجم ابدا لان طول الباريونيكس بيتروح من 7.5 ال 10 متر ووزنه كان حوالي 1.5 طن وده طبعا يعتبر زغير بالنسبة للملك المصري لان احنا بنتكلم عن ديناسور طوله ممكن يصل ل16 متر وبنتكلم عن وزن حوالي 7.5 طن حتى لو بصنا الارتفاع اسباينوسورس برضو هتفوق لكن اللي ما تكلمناش عليه هي سرعة الباريونيكس واغلب التقديرات بتقول ان السرعة بتتروح من 40 ل 50 كم في الساعة ودي طبعا اكبر بكتير من سرعة اسباينوسورس ده حوالي ضعف السرعة ومن اسم الباريونيكس اللي معناه المخالب الصلبة بنستنتج انه كان بيمتلك مخالب صلبة جدا وده مش من الاسم بس لا ده من دراسات معمولة على قوة المخالب ونيجي الاخر حاجة وهي قوة العضة وفي الحقيقة مفيش ارقام سابتة نقدر نعتمد عليها لكن علشان اسنان الديناصورين دولة قريبين من اسنان التمسيح الحالية واللي بالمناسبة قوة عضتهم كبيرة فممكن نقول ان نقطة العضة تعادل ما بينهم ولو هيبقى فيه تفوق هيكون بسيط جدا لسباينوسورس ده كان بالنسبة للصفات الاساسية لكن لما نتكلم عن الصفات الثانوية اللي هي زي الحواس والزكاء والقدرة على السباحة بنلاقيهم متسويين في اغلب الحاجات يعني بالنسبة للحواس والزكاء في تشابه كبير ما بين جمجومة سباينو وجمجومة الباريونيكس والتشابه ده بيصعب عملية الحكم لكن بالنسبة للسباحة فالباريونيكس كان سباحة جيد جدا لكن لما انكرنا بالسباينوسورس هنلاقي الملك المصري بيتفوق في النقطة دي وبمناسبة الملك المصري وده بيشير الى مكان اكتشاف سباينوسورس الباريونيكس اكتشف في اوروبا بشكل عام وانجلترا بشكل خاص فبعد ما تكلمنا بالتفصيل عن الصفات عرفنا ان مزايا الباريونيكس هي السرعة وقوة المخالب وعدد الاسنان الكبيرة اللي فكه اما مزايا السباينوسورس هي الحجم العملاق لانه بالمناسبة اكبر ديناصور لاحم عاش على مر التاريخ وقوة العضة وده تفوق بسيط والقدرة العالية في السباحة ولو افترضنا ان المواجهة في المية ما ظنش ان الباريونيكس هيبقى غابي كفاية انه يواجه سباينوسورس عملاق في المية لانه اكيد هيموت لكن لو المواجهة في البر الباريونيكس فرصته بتزيد لانه هيكون اسرع في تزيد ضربات بمخالبه ومن انساش ان المخالب بتاعته كانت قوية وفعالة ولكن على الرغم ان فرصته اكبر مزالت اقل من فرصة سباينوسورس لان حجم سباينوسورس عملاق وده اللي هيبقى العامل الحاسن في القتل ده لان الحجم العملاق هيزود قدرة سباينوسورس على تحمل الدربات وفعالية الدربات رجليه فاغلب التقديرات ان سباينوسورس هو اللي هيفوز سواء بقى المواجهة في البر او في المية وبرضو عايز اسمع عراءكم والسيناريوهات اللي منكن تتوقعوها في المواجهة دي وبس كده دي نهاية الفيديو فبشكر كل واحد مكمل الفيديو لحد الاخر ولو عجبكم ما تنسوش اللايك ولو شايفين ان المحتوى يستاهل الاشتراك ما تترددوش عايزين نوصل لعشر تلاف مشترك في اسرع وقت وبس كده سلام اشتركوا في القناة